جات من اين بقى الانتقال والانضمام للنادي الاداء؟ خب بالك انا دايما المتلازمة عندي ما بين الكابتن نخلة والكابتن سامير كان مونانتو اللي اتنين مع بعض كي احس انتو كنتو دوتو صح مصبوط انا يعني عشان برضو سامير كانت جات فترة احنا يعني في المقولن العرب لما كنا مع بعض المنتخب اللومبي هو كان منتخب نشيد فصعد معانا منتخب اولومبي فكنا برضو في النادي مع بعضو يعني جمولنا لقطات كده يا جماعة من مشكلة للمقولين ومشكلة للآل نفكر الناس بالحاجات الحلوة كده كابتن سامير كان مونة وكابتن نخلة ورجعونا كده للذكرات الحلوة دي تفضل كابتن وفعلا يعني كان فيه صدق صداقة مع بعض وكده واشتغلنا برضو الحمد لله رب العمين في الملعب برضو كان سامير مكتهد انا منتخب اللومبي يصعد معانا حتى المنتخب الاول لما صعدت المنتخب الاول انا رحت منتخب مص وانا في المقولن العرب يعني عايز اقول لك يا ابراهيم الجيل بتاع الكابتن حمد نوح وعلى نبيل ودكتور علي شحاتة وناصر محمد علي ده الجيل التاريخي بتاع المقولين بصبت ده الجيل التمانينات العالمي للمقولن العرب ده الجيل الزهر اللي جاب بافريقيا محدش صعد محدش راح منتخب مصر الاول يعني من الفتر اللي كلها غير العبد لله ما شاء الله فدي كان برضو حاجة كويسة لي بعد كده جيل سامير كان مونة معاي واللي تم الانضمامي للمنتخب الاول كابتو محسن صالح هو اللي طلبك كابتو محسن صالح اه كانت في مباراة اه في الدورة الممتاز جمريتش بيه لما اولين ولعبتها وخلصنا فبعد المباراة طلبوني قالوا لي كابتو محسن عايز وعد معاك وانزلت عند مدير الكورة وعادت ما قال لي انت ضمت منتخب مصر اول انت عندك كم سنة كابتو وانا عندي اه بعد منتخب المنبي يعني واحد وعشين سنة واحد وعشين سنة بيفرق لما اللعب بيبتدي بدري يعني بيزهق بدري من الكورة بيحس ان هو يعني مسارته الكروية تخلص في سنه صغير بيفرق ده في حاجة وعلاك انت انا الحمد لله برضه المنتخب سنة تسعين في اليونان ايو واللعب برشلونة اتنين وتسعين بعد برشلونة اتنين وتسعين اوكي رجعنا انا النادي اللي ما قلنا عرب ست مباريات لعبتهم اساسي لعبنا نزلنا درجة سنة اول بداية صعودنا الدور الممتاز اول ثلاث مباريات الكابتون محسن كان يعون علي منتخب مصر اول منتخب مصر اول مع مين يعني برضه عايز بس اوصلك ان الكابتون محسن برضه جريء جدا يعني وبصراحة هو عنده يعني يعني عنده رؤية برضه ان مش اختار انا بس اقر من اللومبي اختار عبدالله الصاوي اختار مصطفى رياض من برسعيد من نادر مصري اختار طرق فاهيم من القناة اختار اسلام فتح من القناة قبل مروح الزمالك كابتون محسن هو اللي شافع عصام الحضري تمام تختاره فضوميات كابتون محسن فانا لما انضمت المنطقة بمصر انا رايح على مين رايح على كابتون شبير حسام ويبراهيم هاني رمزي اسماعيل يوسف مجد طلبة كان برضه بس هادي هو وليد كانوا موجدين بس اصحابي يعني ايو خالي الغنور كان صاحبي هشام حانا في برضه نفس جيلك بالضبط لكن كبار دول انا يعني يا كابتون محسن انت انا مضموم حتشوفني ولا حلعب ولا هعمل ايه قال لي احنا عندنا مباراة مع اسيوبيا كمان ثلاثة ايام انت هتلعب اساسي ياه كده كده على طول اقتنع بيك للدرجة بالضبط كان مستر روتر الهولندي هو اللي كان ماسك وكان بس في كابتون محسن فانا لعبت اتمرنت تمرينة تاني تمرينة تاني تمرينة حقتني مع الفريل الاساسي هاني رمزي وحسام وبرهيم كابتون شوير ومين تاني كاملة مجد زولبة يعني فرقة تينا جدا اسمالي يوسف يا كابتن قال لي انت هتلعب رات تهيئ نفسك على كده اي فسبحان الله بجيب لك او من المطشد ده دي مباراة البوني الاسيوبي اه احنا كنا في ريتين ساعتها ده اجونا كنت ده انت اللي مسجل الهدف ده اه ده وليد كابتن وليد صلاح الدين ده صلاح فيه احمد صلاح وفيه سامي امسان كما مجد برضه معانا ده كابتن يوسف وورقه الخمسة ده اه صح كده احمد كشري ستة سامي شرف احمد رجب